السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزاء الطلاب والطالبات في خدمة دروس لدروس المرحلة المتوسطة الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات موضوع درسنا اليوم بعنوان مساحة أشكال مركبة الجزء الأول سنتعلم اليوم بمشيئة الله إيجاد مساحة أشكال مركبة ما هي الأشكال المركبة وكيف أحسب مساحة أشكال مركبة هذا ما سوف نتعلمه في هذا الدرس أولا لدينا التمهيد التالي بعنوان سباحة يبين الشكل أبعاد بركة سباحة السؤال الأول صف شكل البركة من الواضح أن شكل البركة مستطيلة ومدخل البركة شبه منحرف السؤال التالي كيف تحسب مساحة قاعة البركة؟ لحساب مساحة قاعة البركة بالإمكان حساب مساحة المستطيل ثم حساب مساحة شبه المنحرف وأجمعهما معاً ملاحظة الشكل المركب هو شكل مكون من مثلثات وأشكال رباعية وأنصاف دوائر وأشكال أخرى ثنائية الأبعاد أمثل على الأشكال المركبة الشكل الأول يتكون من مستطيل ومثلث الشكل الثاني يتكون من شبه منحرف ونصف دائرة لحساب مساحة الشكل المركب قم بتجزئته إلى أشكال تعرف مساحاتها ثم حسب تلك المساحات واجمعها المثال الأول احسب مساحة الشكل المجاور يمكن تجزئة هذا الشكل إلى مستطيل ومثلث بحساب مساحة كل منهما مساحة المستطيل الطول في العرض إذن 12 ضرب 4 ويعني ذلك أن مساحة المستطيل تساوي 48 متر مربع بحساب مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع قاعدة المثلث لدينا 12 ناقص 8 قاعدة المثلث تساوي 4 ارتفاع المثلث 10 ناقص 4 إذن ارتفاع المثلث يساوي 6 بالتعويض نصف ضرب 4 ضرب 6 إذن مساحة المثلث تساوي 12 متر مربع مساحة الشكل كاملا نجمع المساحتين معا إذن 48 زائد 12 وذلك يساوي 60 متر مربع المثال التالي احسب مساحة الشكل المجاور الشكل التالي يا أبطال كيف يمكن تجزئته أحسنتم مستطيل ونصف دائرة إذن بحساب مساحة كل منهما مساحة نصف الدائرة نصف ضرب طاء ضرب نصف القطر تربيع ضربنا في نصف لأنها نصف دائرة الطاء بـ 13 من 100 نصف القطر لاحظ أن القطر كاملا هو 7 ناقص 3 إذن القطر كاملا 4 بذلك فإن نصف القطر 2 إذن 2 تربيع أي 2 ضرب 2 ويعني ذلك أنا تساوي 4 نصف ضرب 3 و14 من 100 ضرب 4 تساوي 6 و28 من 100 سنتيمتر مربع بحساب مساحة المستطيل الطول في الأرض إذن 7 ضرب 2 وتساوي 14 سنتيمتر مربع مساحة الشكل كاملا هل أجمع أم أطرح أحسنت وتم عملية الجمح للمساحتين إذن 14 زائد 6 و28 من 100 وتساوي 20 و28 من 100 سنتيمتر مربع المثال التالي احسب مساحة الشكل المجاور الشكل المجاور يمكن تجزعته إلى صحيح إلى مثلث ونصف دائرة بحساب مساحة نصف الدائرة نصف في طاء في نصف القطر تربيع نصف القطر كم يساوي يا أبطال أحسنتم يساوي 10 إذن 10 تربيع 10 تربيع كم ناتجها نعم أحسنت 100 لأن 10 تربيع هي 10 ضرب 10 إذن نصف ضرب 3 و14 من 100 ضرب 100 وذلك يساوي 157 ملي متر مربع تقريبا بحساب مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع قاعدة المثلث هي القطر كاملا إذن 20 الارتفاع لاحظ أن الارتفاع هو 20 ناقص نصف القطر وهو 10 إذن ارتفاع المثلث هو 10 ملي إذن نصف ضرب 20 ضرب 10 وناتج ذلك يساوي 100 إذن مساحة المثلث تساوي 100 ملي متر مربع مساحة الشكل كاملا بجمع مساحة نصف الدائرة ومساحة المثلث 157 زائد 100 إذن مساحة الشكل تساوي 257 ملي متر مربع المثال التالي احسب مساحة الشكل المجاور ما هي الأشكال التي يمكن تجزئ الشكل المركب إليها أحسنتم بارك الله فيكم مثلث ومستطيل بحساب كل منهما مساحة المستطيل الطول في العرض إذن 10 ضرب 6 مساحة المستطيل تساوي 60 سنتيمتر مربع بحساب مساحة المثلث ما هو قانون مساحة المثلث صحيح نصف القاعدة في الارتفاع قاعدة المثلث كم تساوي أبطال أحسنت لاحظ 10 ناقص 6 إذن قاعدة المثلث تساوي 4 سنتيمتر وكذلك ارتفاع المثلث يساوي 4 إذن بالتعويض نصف ضرب 4 ضرب 4 ويعني ذلك أن مساحة المثلث تساوي 8 سنتيمتر مربعة ما هي الخطوة التالية لحساب مساحة الشكل كاملا نعم هذا صحيح جمع المساحتين معا إذن 60 زائد 8 أي أن مساحة الشكل تساوي 68 سنتيمتر مربع تقويم احسب مساحة الشكل المجاور فاصل ابدأ الحل لاحظ أن الشكل المركب يمكن تجزئته إلى مستطيل ونصف دائرة بحساب مساحة نصف الدائرة نصف ضرب ط ضرب نصف القطر تربيع نصف القطر كم يساوي صحيح أنت ذكي ثلاثة ونصف لاحظ أن القطر كامل هو سبعة إذن نصف القطر ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ضرب ثلاثة ونصف تساوي 12 و 25 من مئة نصف ضرب ثلاثة واربعة عشر من مئة ضرب 12 و 25 من مئة مساحة نصف الدائرة تساوي 19 و23 من مئة ديسي متر مربع بحساب بحساب مساحة المستطيل الطول في العرض إذن سبعة ضرب خمسة ويعني ذلك أن مساحة المستطيل تساوي 35 تيسي متر مربع بجمع المساحتين معا وذلك بإيجاد المساحة للشكل المركب كاملا 35 مساحة المستطيل زائد 19 و23 من مئة مساحة نصف الدائرة ناتج ذلك يساوي 54 و28 من مئة ديسي متر مربع السؤال التالي احسب مساحة الشكل المجاور فاصل ابدأ الحل لاحظ أن الشكل المركب يتكون من مربع ومثلث بحساب مساحة كل منهما مساحة المربع طول الضل تربيع أي خمسة ضرب خمسة وناتج يساوي 25 متر مربع بحساب مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع لاحظ قاعدة المثلث المثلث من الممكن أن تكون سبعة متر ارتفاع المثلث أربعة زائد خمسة زائد اثنان كم تساوي نعم أحد عشر إذا نصف ضرب سبعة ضرب أحد عشر وناتج ذلك يساوي ثمانية وثلاثون ونصف متر مربع بجمع المساحتين معا إذن مساحة الشكل المركب خمسة وعشرون زائد ثمانية وثلاثون ونصف وتساوي ثلاثة وستون ونصف متر مربع تقويم اختر الإجابة الصحيحة مساحة الشكل المجاور تساوي تقريبا عشر متر مربع أم خمسة عشر وسبعة وخمسون من مئة متر مربع أم سبعة وعشرون واربعة من عشر متر مربع أم واحد وثلاثون متر مربع لاحظ أن الشكل يتكون من مستطيل ونصف دائرة إذن بحساب مساحة كل منهما بحساب مساحة نصف الدائرة نصف ضرب قيمة الطاء وهي ثلاثة واربعة عشر من مئة ضرب نصف القطر تربيع لاحظ أن القطر كاملا يساوي اثنان إذن نصف القطر هو واحد واحد تربيع أي واحد ضرب واحد إذن نصف ضرب ثلاثة واربعة عشر من مئة ضرب واحد تساوي واحد وسبعة وخمسون من مئة متر مربع بحساب مساحة المستطيل لاحظ أن أبعاد المستطيل اثنان في سبعة لاحظ ثمانية مطروحا منها نصف القطر وهو واحد ويعني ذلك أن الطول للمستطيل سبعة متر إذن الطول ضرب الأرض سبعة ضرب اثنان وتساوي أربعة عشر بجمع مساحة المستطيل ومساحة نصف الدائرة أي الاختيارات الأربع هو الإجابة الصحيحة ممتاز الاختيار الثاني إذن مساحة الشكل تساوي خمسة عشر وسبعة وخمسون من مئة متر مربع السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة مساحة الشكل المجاور تساوي خمسة وثلاثون واثنان من عشر سنتيمتر مربع واحد وأربعون وتسعة من عشر سنتيمتر مربع خمسة وستون وثلاثة من عشر سنتيمتر مربع سبعة وثمانون ونصف سنتيمتر مربع الشكل يتكون من مستطيل ومثلث إذن بحساب مساحة كل منهما بحساب مساحة المستطيل الطول في العرض أبعاد المستطيل سبعة سنتيمتر وعشر سنتيمتر إذن سبعة ضرب عشرة وتساوي سبعين سنتيمتر مربع بحساب مساحة المثلث لاحظ قاعدة المثلث سبعة سنتيمترات ارتفاع المثلث هو خمسة عشر ناقص عشر سنتيمتر 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 مربع ضرب ارتفاع المثلث بخمسة ناتج ذلك يساوي سبعة عشر ونصف سنتيمتر مربع بجمع مساحة المستطيل ومساحة المثلث اي الاختيارات هو الاختيار الصحيح ممتاز بارك الله فيك الاختيار الرابع اذا مساحة الشكل المجاور تساوي سبعة وثمانون ونصف سنتيمتر مربع تعلمنا اليوم درس مساحة اشكال مركبة تعلمنا ما هي الاشكال المركبة وكيف نوجد مساحة شكل مركب بتجزئته الى اشكال نعرف مساحاتها ثم نوجد مساحات الاشكال ونجمعها شاكر ومقدر لكم متابعتكم متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله شكرا